موسيقى السلام عليكم ورحمة الله اهلا بكم مشاهدين الكرام في نشرة الاخبار من قناة المرابطون وتتابعونا فيها وزارة الصيد تبحث آليات تفعيل مبادرة الشفافية في قطاع الصيد قبل مؤتمر مرتقب بنوك شوط حول الشفافية مريتانيا تخلد ذكر اليوم العالمي للمصابين بالجدام ودعوات رسمية إلى تضافر الجهود من أجل تجاوز التحديات الماثلة منتخب المرابطون الأول يدخل في معسكر تدريبي بالعاصمة السنغالية داكار السابعة قبل مواجهة المنتخب الغنبي موسيقى 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 أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة درست وزارة الصيد في ورشات فنية آليات تفعيل مبادرة الشفافية في قطاع الصيد في إطار مساعي الحكومة الهدفة خلال السنوات الأخيرة للتصدي لجملة التحديات التي يعاني منها القطاع على أكثر من صعيد خصوصا فيما يتعلق بآليات الرقابة والمتابعة وتكريس قيم الشفافية في القطاع متابعوا تفاصيله ضمن هذا التقرير تحضيرا المؤتمر الدولي لمبادرة الشفافية في قطاع الصيد الذي ستحتضنه العاصمة نواكشوت الأربعاء القادم لبحث آليات تعزيز الشفافية والرقابة في قطاع الصيد البحري وحسب ما أعلنته الحكومة الموريتانية فإن مبادرة الشفافية في قطاع الصيد تجسد مساعي الحكومة الهدفة إلى تكريس الشفافية والتنمية المستدامة وتعزيز الجهود السابقة التي بدلتها في المجال خلال السنوات الماضية لقد أتاحت أيام الورشة الثلاثة التي التأمت في نواذيبو ويومها الرابع هنا في نوكشوت وفرصة استكشاف آفاق ومبادرة الشفافية في قطاع الصيد ومدى استجام التوجهات الكبرى لستراتيجية التسير المسؤول من أجل تنمية مستدامة لقطاع الصيد والاقتصاد البحري التي ينفذها قطاعنا مع أهدافها ومراميها وتعتبر السلطات أن الإصلاحات المؤسسية والتنمية التي أدخلتها مدونة الصيد الجديدة تشكل أرضية ملائمة لتعزيز الشفافية التي يجري تمويل جمانب من أنشطتها من طرف البنك الدولي ممثلا في المشروع الإقليمي للصيد في غرب إفريقيا خلال الصيد والاقتصاد البحري على تهيئة الأرضية ملائمة لانطلاقة قوية لها بدءا بالإصلاحات المؤسسية والتنظيمية الجوهرية التي أدخلتها مدونة الصيد الجديدة على حكامة القطاع من قبيل تعديل نمط التسير بما يكفل استدامة الاستغلال وتفعيل آليات التشاور بما يضمن العدالة والإنصاف بين الفاعلين يشار إلى أن السنوات الأخيرة عرفت حضورا لافتا للمؤتمرات والورشات التي تهتم بدراسة آليات تعزيز الشفافية في قطاع الصيد البحري الذي يعتبر أحد أهم الروافد للاقتصاد الموريتاني من أجل التصدي للتحديات النهب المنظم للثروة السبكية التي ظل القطاع يعاني منها خلال العقود الأخيرة دون إجراءات رادعة خلدت الجمعية الموريتانية للمعاقينة بالجذام بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة ذكرى اليوم العالمي للمصابين بداء الجذام ودعى الأمين العام لوزارة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة محمد محمود والسدي يحيا إلى تضافر جهود الجمعيات الناشطة في المجتمع المدني وتعاونها مع الوزارة من أجل إدماج المصابين بالجذام في المجتمع وتحقيق طموحاتهم وانتظاراتهم نتابع التفاصيل في سياق التقرير التالي الجمعية الموريتانية لرعاية المرضى بالجذام أمهل تخلد بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة وبعض جمعيات المجتمع المدني الذكرى الثالثة والستين لليوم العالمي للمجذومين بالعاصمة نواكشو تخليد أكد خلاله المتدخلون على أهمية مضاعفة الجهود وتنسيقها إذن نشد على أيديكم نؤكد أننا معكم في هذا العمل الهام الذي يحتاج أن تتضافر فيه الجهود ما بين المجتمع المدني والسلطات العمومية وأشهركم وأعلن باسم وزيرة الشؤون الاجتماعية والطفولة الأسرة انطلاق الفعاليات الذكرى الثالثة والستين لليوم العالمي للمجذومين ذكرى تخليد اليوم العالمي للمجذومين كان فرصة بحسب المتعاونين للدعوة إلى تكاتف جهود الجمعيات الناشطة في المجتمع المدني مع الوزارة المعنية من أجل إدماج المصابين بالجذام في المجتمع وتحقيق مطالبهم وطموحاتهم كما كانت هذه الذكرى فرصة لعرض إسهامات الحكومة الموريتانية في هذا المجال من نسبة لإخوة المصابين بالإعاقة نتيجة الإصابة بالجذام أريد أن أقول لهم هنا أننا أيضا معهم وأن السلطات الموريتانية وإقطاع الشؤون الاجتماعية وطفولة الأسرة يقدم سنويا دعما لأكثر من ثلاثين منظمة عامل مجال العاقة بينها منظمة أمهل التي تقوم بدور كبير وعام في دمج هذه الشريحة وربع مستوى الأمل لديها ونحن مع رفع الأمل ومع مشاركة المجتمع المدني الفاعل في دمج الأشخاص المصابين بالإعاقة في الحياة النشطة تخليد ذكرى اليوم العالمي للمجذومين هذه المرة لم يتم تحت أي شعار على عكس العام الماضي الذي حمل شعار بالعلاج والعمل لتحدى مرض الجذام وبحسب منظمة الصحة العالمية فقد نجحت موريتانيا إلى حد كبير في محاربة هذا الداء بينما تفيد ذات المنظمة أن أزيد من خمسة ملايين شخص في القارة الإفريقية وحدها يعانون من تأذيرات مرض الجذام على حياتهم الاقتصادية والاجتماعية أثارت مقاطعة حزب تكتل القوى الديمقراطية لمهرجان ومسيرة المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة واستعداده لتنظيم مسيرة بمفرده نهاية الشهر الجاري تساؤلات بشان مستقبل علاقة الحزب بالمنتدى هذا وكان الرئيس الدوري للمنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة قد دعا إلى ضرورة تجاوز الخلافات وتوحيد الصف المغارض متابعوا المزيد من التفاصيل في هذا التقرير هل يخرج حزب تكتل القوى الديمقراطية عن إطار المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة بعد مقاطعته النشاطات التي نظمها واستعداده لتنظيم مسيرة في العاصمة نواكشوت حول الوضاع العامة للسكان سؤال يطرحه عديد المتابعين للشأن السياسي الموريثاني هذه الأيام قادة حزب التكتل لم يؤكد أو ينفو نية مغادرة المنتدى بشكل صريح لكن بعضهم يؤكد على ضرورة إعطاء الأولوية لحزبهم بدل تركيز على المنتدى ومن قبله منسقية المعارضة الديمقراطية ما زال على وضعيته هو من الحاضي أنه كانت الكبرى المنتدى الوحدة الديمقراطية وما زال إلى حد ذلك ما فات أعلن حل المنتدى إلى حد الساعة معنى أنه فهم بعض المشاكل العالقة وفهم لجنة لتسويتها ولا يالتنا نعودوا متعجلين إن شاء الله يوفقنا إن شاء الله يوفقهم إن شاء الله في حد ذلك ويقول بعض قادة المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة إن الخلاف بين المنتدى وحزب التكتل بسيط في جوهره وقد يسجاوز لكن حتى إن لم يحصل ذلك فإن العمل السياسي المعارضة سيظل يجمع المنتدى والتكتل وبعض الكتل والأحزاب السياسية الأخرى التكتل والمنتدى كلهم ما زال في المنتدى نهر اللي ماهي مع التكتل في المنتدى والتكتل هم اللي ما زال في المنتدى وإيناد ما زال في المنتدى وبينهم خلاف على مسألة بسيطة والدور تسوى وحتى إلى ما هو سوى ومشى التكتل الإنال ومشى معهم واحد ذاني وعدلوا تكتل زادهم وحدهم لا يتم ولا في المعارضة وتعود بداية الخلاف إلى لقاء وفد من المنتدى الوطني الديمقراطية والوحدة وفدا أخرى من النظام الأغلبية وهو اللقاء الذي اعتبره حزبات كتل القوى الديمقراطية وإيناد غير توافقي وقاطع على إثره نشاطات المنتدى وقد شكلت لجنتان من المنتدى وحزب التكتل لمحاولة طي صفحة الخلاف بين الطرفين لكنها لم تجدي بعد في تحقيق ذلك معنا في السيديو الصحفي سيد محمد ولب العامش أهلاً وسهلاً أهلاً وسهلاً لأن بوادر خلافات بين المنتدى الوطني الديمقراطية والوحدة وتكتل القوى الديمقراطية هل لا تعتقد أن تنتهي بخروج التكتل من المنتدى؟ نحن وصلنا مرحلة جديدة من الخلاف مرحلة بعد ثلاث مقاطعات قام بها حزب تكتل وحزب ناد ثلاث انشطات يقوم بها الطيف الآخر المنتدى لدينا ندوة حول محارة فساد قاطعها تكتل لدينا المهرجان حول الأمن قاطع وتكتل لدينا مهرجان أول أمس قاطع وتكتل الآن بدأ التكتل يقوم بشيء شديد وهو التظاهر لوحده لإبداء آرائه المعارضة نحن في تطور هذا الخلاف الذي بدأ بسيطا وكان يرى المراقبون بسيطا الآن يبدو أكبر مما كنا نتوقع وهو يأتي بعد رسالة الوثيقة التي أرسل حزب التكتل وإناد إلى أطراف المنتدى الأخرى لإعتمادها وتتعلق بإصلاح ما يسمونه إصلاح مسار تنظيمي للمنتدى ويبدو أن الطرف الآخر قد رفض هذه المنتدى طرفان شكل لجنتين لمحاولة تجاوز الخلاف في حين أن التكتل يسعى ليستعد لتنظيم السيرة بمفرده نهاية الشهر الجاري إلى ما يؤشر ذلك؟ يؤشر إلى مواصلة صحيحا الخطاب خطاب المعارضة هو خطاب واحد سواء في طيف المنتدى أو في الطيف الآخر يمثله التكتل وإناد مسيرة هي تطور طبيعي لهذا الاحتقان المتساعد بين التكتل والطيف الآخر الذي يقوده رئيس المنتدى رئيس دول المنتدى الأستاذ أحمد حساني البوحبيني أعتقد أن المشكلة النفسية وأن المشكلة تتعلق بشخص رئيسي المنتدى الذي لا يرق كثيرا بالتكتلين طيب في حال خرج التكتل من المنتدى ما السيناريو المحتمل للطرفين؟ المعارضة بدأت أحزابا مختلفة كل الذي يتجاهه وأراؤه ومن الطبيعي أن تعود أحزابا ولكن هذه التشكلات التنظيمية التي بدأت بالجبهة والتي مرت بالمنسقية والآن المنتدى هي تشكلات لتقوية المعارضة فالمعارضون كانوا يريدون تقوية شوكتهم أن التوحد يقويهم أكثر يقلل ضعفهم الآن نجد هذه المشاريع غير مجدية والمنتدى قلة التجانسيين عكست على أعتقد المشكلة التنظيمية في المنتدى ولا تتعلق بمواقف السياسي ومعارضة في الموقف السياسي ومعارضة يكاد يكون طبق الأصل في جميع الأحزاب معارضة ولكن المشكلة تعلق في قلة انسجام بعض الأقطاب مثلا شخصيات المستقلة المجتمع المدني النقابات الأحزاب هذه الأشياء تحتاج لإجابة لسؤال بسيط شهرا كاملا ونحن على اعتاب كل مرة ندخل حوارا ثم نعود لقهقرة لأنهم لم يتفقوا على أن يلتقوا برد مكتوب برد شفاوي وهكذا التصريحات لا تتوقع بأن مثلا هذا الاحتمال الاحتمال الخروج التكتل لا تعترف بوجود أي خلافات لا تعترف تصريحات دلماسية لا تعترف بأي خلافات ولكن خلافات موجودة جدا الخلافات موجودة لأن التكتل رفض أن يحضر مظاهرة تتعلق بالأسعار مظاهرة تتعلق بالأمن رغم أنه يتبناها ويدون مناضلوه فيها على الفيسبوك وغير ذلك هناك خلاف حقيقي حول نقطة أساسية وهي الرد المكتوب الرد المكتوب الذي ما يميله قطب أساسي وهو قطب الشخص المستقلة إلى اللقاء من دونه وهناك أقطاب حتى في قطب البوحبين الآن هناك أقطاب تريد الرد المكتوب ولكن التكتل وإناد يصران على هذا المبدأ بل يريدان مراجعة المسائل التنظيمي والنظام الأساسي لتكتل حتى لا نحن بالنسبة للرد المكتوب لا يشكل عودة المنتدى للشارع من جديد تشكل ورقة ضغط على النظام وفردها على الخضوع لما يريد المنتدى أنا أظن أن عودة المنتدى إلى الشارع تتعلق بمواهرات هذه التي تدعى ماني شركة زوار التي قام بها بعض الشباب مستقلين أيام الأربعاء لمدة أسبوعين أعتقد أن هذه الأحزاب تخافوا أن يسحب من تحت البساط من خلال تواهر الشبابي فأرادت أن تساير الشباب على أن يخرج عن طوقها أصحابي سيد محمد ولبل لعمش شكرا جزيلا له شكرا جزيلا دخل منتخب المرابطون الأول في معسكر تدريبي بالعاصمة السنغالية دكار استعدادا لمواجهة المنتخب الغنبي شهر مارس المقبل من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا 2017 هذا وقد عرفت تشكيلة الناخب الفرنسي استدعى ثلاثة لاعبين للمرة الأولى وهم ألاسان جوب من نادي أفسين وذيبو ومحمد عبد الرحمن والإبراهيم من نادي تفرغ زيناء إضافة إلى اللاعب محمد والمبارك من نادي الكونكار نتابع بعد إعلان الفرنسي كورينتان مارتينز عن تشكلته التي من المقرر أن يجابها بها منتخب غنبيا ذي تصفيات بطولة الأمم الفرقية حلقت تشكلة الفرنسي إلى العاصمة دكار للدخول في معسكر تدريبي سيستمر أسبوعا كاملا للوقوف على مدى جهيزية اللاعبين ومن المقرر أن تتخلى له بعض المباريات الودية ضد بعض الفرق الصينغالية هناك في العاصمة دكار تشكلة الفرنسي الحالية عرفت ظهور ثلاث وجوه شابة لأول مرة في تاريخها يتم استدعاؤها أما المهاجم بيجي لسالم بعد أن خضع لعديد الاختبارات في نادي بريست لمدة أسبوع كامل قرر النادي التعاقد مع اللاعب بعد انقضاء الموسم الحالي مع الإبقاء على متابعة اللاعب في باقي لقاءة المتخب الوطني القادم وقد انضم المهاجم لمعسكر المتخب الوطني منذ قرابة يوم قادما من مدينة بريست الفرنسية في الجهة الأخرى أي لقاء غامي القادم تعتبره الجماهير الموريتانية هو أمل المنتخب الوحيد لمتابعة مسيرته نحو التأهل ولذلك الجميع يمن النفس بخطف نقاطه الثلاث ذهابا وإيابا وفي حال لم يتحقق ذلك فوز أو تعادل يبقيان على حظوظ المتخب الوطني قائمة خاصة في باقي اللقاءات القادمة حيث ينتظره متخب البفن بفن على أرضه في لقاء العودة ليبقى لقاؤه الأخير ضد أسود الكاميرون هنا في الملعب الأولمبي مشوار طريقه طويل وكل المتخبات لا تريد أن تنثر الورود في وجه خصمها حتى ولو كان لقاؤه مجرد تحصيل حاصل يواصل عشرات الكتاب والمدونين الموريتانيين حراكهم على صفحات التواصل الاجتماعي ضد ما يسمونه غلاء أسعار المحروقات في موريتانيا رغم انخفاضها على المستوى العالمي وقد نظم هؤلاء الشباب احتجاجين عند ملتقى طرق مدريد وسط العاصمة وكشوت ويستعدون لتنظيم احتجاج آخر في العاصمة الاقتصادية وذيبو ومعنا في الاستيديو أحمد ولبي ناشط شبابي بحراك من الشارق أزوال أهلاً ونسهلاً بداية لماذا احتجاج مرتقب لحراك من الشارق أزوال في العاصمة الاقتصادية وذيبو شكراً أول شي سمحي بمناسبة حلو الفبراير نحيي كل شاب موريتاني حر ومصر على مواصلة النضال ضد الأنظمة العسكرية والقبلية من أجل تحقيق دولة مدنية يعيش في المواطن بحرية ومساواة وتحقق فيها عدلة اجتماعية حقيقية عودة لسؤالك لماذا حراك من الشارق أزوال على مستوى جميع مقاطعات الوطن وجميع الولايات هذا الحراك هو هبة شعبية ما هي تابعة الإجهة معينة عدلها الشباب الموريتاني احتجاج على غلاء هذه الأسعار اللي يزادوا 43 مرة في حين أنهم يتقصوا على مستوى العالم ونحن يزادوا فينا هذه الأسعار المحروقات تتعلق بها كل شيء يتعلق بها مواد الغذائية يتعلق بها كل شيء يتعلق بمد هذه المحروقات اللي هي زيادة أسعار المواد تتعلق بها خالوا الشباب الموريتاني بهبة عفوية من أجل هذه المواطنين وضعفها اللي ما عندهم باشي عيشوا ونظموا تلاهرتين كل يوم واربعا عند كارفو نعم بالنسبة للإحتجار المرتقب في نواذيبو نواذيبو المدينة كيف تنمدهم كاملين عيشة هلها سكان مدينة نواذيبو العيشو حالة مزرية ومن نواذيبو تعاني طلقوا شباب نواذيبو هاشتاق نقالوا نواذيبو يعاني وكانت فيم تنسيق معهم على أنهم يبدؤوا في التظاهرة في هذا اليطار في حملة 8 شركة زوال وفيم مدن أخرى مردي متباركة زادية تتجهز على أنها تتظاهر في الحملة هذه الحملة لأسف شديد تجاوب النظام معها كان سخيف لأن تصريح الوزير الأخير كان مغالطة للرأي العام أولا لأنه قال على أن هذه المادة لا يتعلق بها أمور الفقراء يتعلق بها الفقراء الأخرى قالتوك تنهيب ذروات الدولة لا عندهم مشكلة كل شيء تشريه لكن الفقراء الذين هم هم يتعلق بهم قضية كزوال ثانيا قضية ذم محاولة لبس خلط خليل البعض يقول أن بعض الجاتة السياسية المعارضة هي من يحرككم من حرقكم مع عودة الممتدر قضية الألم هذا هو الشارع لأن المواطنين الضعفاء لأنهم لا يوجد حاجة كزوال لأن الدولة توفر لهم المواد في باديك أمل نخطير أن نقول أنه لا يوجد أساس صحة لأن الفرق بين المواد في باديك أمل والمواد في السوق بسيط جدا مثلا لأن الأرز كيلو عندهم هم هذا هو أرز موريتاني كيلو مئتين وخمسين وكيلو الأرز الآخر في السوق بذرة مئتوقية ينقلسوا الزيت عندهم بـ 5500 عندهم الآخرين بـ 6000 أو عرهم في السكر أو عر عند باديك أمل من هو في المرصة السكر عند باديك أمل بـ 9000 وفي المرصة بـ 8500 معنى أنها مغالطة الرأي العام عودة القضية للحراك والتسييس لكن نقول عن هذه الشائعات دائما يطلق لهذا النظام أن يقعد عاجز عن ينبي مطالب الشعب يا رجاع النقطة قال لها قضية التسييس نقول عن شباب الموريتاني اليوم عاد واعد القضية ولا تتفيت عليه هذا الحراك فيه الناس كاملة بجميع توجهاتها ولا عنده إطار منظم له هذا هبة شعبية من شباب الموريتاني ما تلقابل للمورة تخلق لهذا هي ما تلقابل عن تعد مجموعة قليلة تكذسة ثروات على حساب مواطنين ضعافة وفقراء وآخرين كامل أجله وجامعنا مختلفين على كل شيء يكون للنقطة متوافقين عليها وهذا منطلق منطلقين منه ولا يتم واصلين به هو سر قوتنا هو سر إصرارنا ومواصلتنا النظام لماذا فقط أثرتم أن يكون الاحتجاج على أسعار المحروقات؟ لا أولا أسعار المحروقات التعلق بهذا كامل والنتيجة لأن المحروقات نتكسوا في العالم نحن معروفاً كانوا دائماً في النظام يقول عنه السبب في استمرار وفي ارتفاع أسعار المحروقات على أنهم ما نتكسوا عالمياً اليوم نتكسوا عالمياً وجميع الدول المجاورة نتكسوا فيها كون نحن ما نتكسوا فينا كانت في هبة وبداية وهي نختار نقول عنها بداية التنسيق بين شباب الموريتاني على أنه كامل يعود يعرف على أنه يختلف يقير فهم قضايات مثل المواطن يارتوا ما يختلف عليها وإذا هو اللي فيه في هذا الحراك إذا هو اللي يجام عن الناس كاملة بجميع طيافهم اختلفين في كل شي كون نقطة قزوار متوافقين عليها وماشين فيها وماصلين فيها ولا لا يذنين عن هذا لا شيعات الأنظمة العسكرية ولا محاولات تفكيكم نختار نقول عن شباب الموريتاني عنه بدأ يوعى وبدأ يهتم بقضية وطنه ومواصل في شاء الله وهما للشباب هو أملها والمقاراة ما هو أفق هذا الاحتجاج الأسبوعي هو أسبوعيا يخلق وحسب مقترحات الشباب وحسب مليئ الإمكانيات ومجموعة من الشباب فيهم الطلاب يقرأوا عندهم انتحانات وفيهم عندهم انشغالات أخرى يقير يحاولوا بعد الإطار الوقت الذي يعود جامعهم كاملين ينسقوا له وواصلوا فيه وذاته نظم له حالا على أنه يوم لربعة فيها وقفة دحميس عند كارافور مادريد سلمية جيها الناس كاملة كل حد يرثوا يحضروا له وفيهم اللي يوقفة الوثاة يوم لذنين قدام إدارة المحروقات وفيهم التنسيق إن شاء الله بين الناس كاملين المهتمين بالقضية لأنه يخلقوا تلاهورات على مستوى الداخل ومستمع جميع الموضوع أنا أحمد ولبي ناشط شبابي بحراك منشاري قزوال شكرا جزيلا لك إلى الشان الفلسطيني حيث نشر مركز القدس لدراسات الشان الفلسطيني والإسرائيلي حصاد الانتفاضة في دراسة شاملة لكافة ساحات المواجهة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي وخالص إلى أن الانتفاضة تتجاوزت محاولات التهميش والإفشال التي سعت لا إسرائيل من خلال إجراءات العقاب الجماعي المخالفة للقانون الدولي الإنساني نتابع أظهرت معطيات إحصائية استشهاد 169 شهيدا ومقتل 30 إسرائيليا مع دخول الانتفاضة القدس شهرها الخامس وسط مؤشرات على استمرار زخمها الميداني وعملياتها الفدائية رغم تراجع نقاط المواجهة الشعبية وعرض مركز القدس لدراسات الشأن الفلسطيني والإسرائيلي حصاد الانتفاضة في دراسة شاملة لكافة ساحات المواجهة في فلسطين التاريخية من الأراضي المحتلة عام 1948 مرورا بالقدس والضفة وغزة مسجلا حضورا مقاوما معتبرا وتواصلا في الأحداث ووفق الدراسة بلغت حصيلة أعمال المقاومة على الأرض 30 قتيلا إسرائيليا وإصابة 413 آخرين في 91 عملية إطلاق نار وتسعين عملية طعن وخمسين عملية تم إحباطها وأربعين وعشرين عملية دهس فيما رصد اعتقال 3897 شخصا في الأراضي الفلسطينية وأظهرت الإحصائية أن عدد شهداء انتفاضة القدس بلغ 169 شهيدا أحدهم استشهد في المعتقل وتبين أن محافظة الخليل تصدرت قائمة المحافظات في عدد الشهداء بواقع 50 شهيدا وبينت الدراسة أن عدد الشهداء من الأطفال بلغ 33 شهيدا بنسبة 19% فيما سجل استشهاد سبع نساء وأشارت الإحصائية إلى أن الاحتلال لا يزال يحتجز 10 جثامين لشهداء يرفض تسليمهم لذويهم في حين ارتقى 24 شهيدا فقط منذ بداية العام الجديد 2016 وعلى صعيد الإصابات فقد بلغت نحو 16400 مواطن من بينهم 1700 أصيبوا برصاص الحي وتراوحت البقية ما بين الإصابات بالرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع إلى هنا مشاهدين الكرام نصل نهاية هذه النشرة وقد تابعتم فيها وزارة الصيد تبحث آليات تفعيل مبادرة الشفافية في قطاع الصيد قبل مؤتمر مرتقب بنوكشوت حول الشفافية مرتانيا تخلد ذكر اليوم العالمي للمصابين بالجدام ودعوات رسمية إلى تضافر الجهود من أجل تجاوز التحديات الماطلة منتخب المرابطون الأول يدخل في معسكر تدريبي بالعاصمة السنغالية دكار السابعة قبل مواجهة المنتخب القنبي يمكنكم مشاهدين الكرام متابعة هذه النشرة وغيرها من نشراتي وبرامج القناة عبر صفحتنا على الفيسبوك الظاهرة على الشاشة دمتم في أمان الله اشتركوا في القناة